أعاد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى الحياة مع اعتباه مزيد من دول العالم للاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويأتي ذلك في وقت تعرض فيه دول أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا هذا توجه معتبرة أنه لا يصب في صالح تحقيق السلام عدوان إسرائيلي مستمر على قطاع غزة وعشرات الآلاف من الضحايا ما بين شهيد وجريح ليعود مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى الحياة في سباق مستحق لدولة فلسطين التي دفعت وتدفع ثمنا باهظا لذلك من دماء مواطنيها منذ أعلان قيادة منظمة التحرير الفلسطينية قيام دولة فلسطين في عام 1988 اعترفت ثلاثة أربع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بها وقررت أربع دول أوروبية مؤخرا هي إسبانيا ونرويج وأيرلندا وسلوفينيا أن تنضم لقائمة الاعتراف بدولة فلسطين مما أصفر عن توتر علاقات الدول الأربع بإسرائيل التي رفضت ذلك الاعتراف وبالإضافة إلى هذه الدول اعترفت أربع دول أخرى في منطقة الكاريبي وهي جاميكا وترينيداد وتوباغو وبربادوس وجزر البهاما بدولة فلسطين وبينما ترى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أن مثل هذا التوجه لن يساعد في تحقيق السلام ترى 146 من إجمالي 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيعزز من مصاري حل الدولتين بشكل فعلي بعيدا عن التعنت الإسرائيلي في تنفيذ كل بنود الاتفاقات السابقة وأبرزها اتفاق أوسدو عام 1993 الاتجاه الدولي المتزايد نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية والتصويت الكاسح في الأمم المتحدة لصالح طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة يعكس الانحياز الدولية للحق الفلسطيني ورفع الظلم التاريخي المستمر عليه مع استمرار الحرب الدامية في قطاع غزة للشهر الثامن على التوالي اشتركوا في القناة